هو دعا رئيس السيسي الحكومة الإيطالية إلى دراسة الإسرائي بتنفيذ باقي مراحل المشروع الخاص بمجمع مصانع الكوارس بالعين السخنة إذا ما توافق ذلك مع ما جاء في دراسات جدوى المشروع أقول تاني لرجال القطاع الخاص والمستثمرين في مصر من فضلكم ما نضعهش وقت تاني وما نضعهش وقت تاني وأي مشروع من اللي احنا بنتكلم فيه ده فرص نجاحه مش بقول انها نجحة بقول البيانات اللي عندنا وحجم الاستراض اللي احنا بنستورده هو دراسة الجدوى ليه فلو كانت خامتها موجودة في مصر يبقى يعني المشوار كله خلصاء مش هنجيب حاجة من بره يعني وستاذ شريف لما حكى قال ان جزء بتعمل في أمريكا وجزء في دولة تانية وجزء بينتك في حتة تالتة واحنا عندنا الخام اللي ممكن يطلع من مصر وتتعمل كل المراحل في مكان واحد بكل ما تعنيه ذلك من تقليل التكلفة يعني فبقول تاني للمستثمرين والغرف الصناعة اللي موجودة ووزير قطاع الأعمال ووزير التجارة والصناعة والحكومة ولينا كلنا بنضيع شواتي تاني اكتر من كده اشتركوا في القناة